عادت جيمس كومي المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيديرالي FBI المطرود إلى الأضواء هكذا بدأت العلاقة ها هو بات أكثر شهرة مني وهكذا انتهت قبل توليه الحكم وبعده كان يقول لي أني أقوم بعمل جيد وأعرض عن أماله في أن أبقى في وظيفتي في الأسبوع الأول من مايو 2017 وبعد تقييم وزير العدل لسجل كومي الوظيفي تريد من وظيفته وفي أقل من عام يصدر كتابه تحت عنوان ولاء أكبر الحقيقة والأكاذيب والزعامة سبقه بخطوة أساسية في استراتيجية التسويق للكتاب مقابلة قيل إنه أدل فيها بالكثير أحد أهم الملفات التي اشتهر بها كان تعاطيه مع ملف بريد هيلاري كلينتون الإلكتروني كانت ستنتخب رئيسة ولو أخفيت الأمور المتعلقة بالتحقيق على الشعب الأمريكي لنزعت عنها الشرعية ما أن يتم أعلان ذلك بعد انتخابها رد ترامب في تغريدة بأن كومي إذن ما كان سيعلن الحقيقة لو لم تكن ستفضح وإن هدفه كان الحفاظ على وظيفته وليس القيام بوظيفته كما يجب ملف التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية أمر ممكن لا أدري هذا مذهل لا يمكنك القول بأنك متأكد بأن الرئيس ليس له علاقة مع الروس هذا مذهل لكنها الحقيقة ورد ترامب بعدة تغريدات يصف كومي فيها بالكاذب ما كررته المتحدثة باسم البيت الأبيض ادعى كومي أنه أعاد فتح ملف تحقيقات كلينتون بناء على الواجب الوظيفي الآن يقول أن السبب هو أرقام الاستطلاعات ادعى كومي أن الرئيس طلب منه وقف التحقيق حول فلين ثم عاد وقال أن أحدا لم يطلب منه ذلك كما كان سرب وحسب ما أكد مسؤولون سرب أكثر من أربع مذكرات سرية للصحفيين من الواضح أن لكومي مشكلة مع المصدقية اعترف كومي بأن ما صدر عن البيت الأبيض صحيح هذا صحيح أعني سبق وأدليت بالأمر وهكذا علموا أني المسرب أعطيت ملفا سريا لصديق لي وطلبت منها أن يسلمه لصحفي وهذا أمر مقبول ما كان لافتا أن جسعا كبيرا من مقابلة اعتبرت سبقا صحفيا مع مدير لمكتب التحقيقات الفيدرالي وإن كان سابقا خصصا لانتقاد شكل ترامب شعره ولونه البرتقال وكان تقييمه لرئيس البلاد على أسس ومبادئ أخلاقية ليستنتج أنه غير مؤهل للرئاسة نعم ولكن ليس كما يردد الناس أنا لا أصدق ما يقال عنه أنه غير كفء عقليا وأنه في المراحل المبكرة من الخرف لا إنما شخص يتحدث عن النساء ويعاملهم كقطاع اللحم شخص يكذب في أمور صغيرة وكبيرة ويسر أن الشعب الأمريكي يصدقه هذا الشخص ليس مؤهلا ليكون رئيسا للولايات المتحدة على الصعيد الأخلاقي كانت التوقعات بأن الكتاب سيفشي المخفية من أمور عظيمة فإذا به مواجهة كلامية شكرا للمشاهدة